السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على النبي يا جماعة عشان نكسب حسنتين كده في بداية الفيديو عشان هنتكلم كلام تقيل كلام كده يعني عاوزين كده نتقرب به لربنا سبحانه وتعالى ويرضي الله سبحانه وتعالى طبعا احنا بنحب كورة القدم او الكتير بيحب كورة القدم ولما نيجي لتكلم في كورة القدم فهي حاجة طرفهية بتطلع عنا بعض الشيء عن بعض المشاكل والهموم حاجة بتمتعن يعني تمام كده وممكن نختلف وتقول لي ان النادي الاهلي افضل من اندية السعودية كلهم هنتقبل الامر رأيك رأيك يا عم وانت بتشجع نديك وبتحبه وبتقول كده وجهة نظرك انه اختلف نطفك وجهة نظرك وتتكلم عن دور السعودي الدور السعودي لم يصل الى المرحلة اللي كذا وهو مثلا اقل بكتير من دوريات العالم رغم تطور الدور السعودي هقول لك رغم ان هاريك ده ضد حتى الدور السعودي افادة للدور السعودي هاريك ضد الدور السعودي افادة للدور السعودي ان انت بتتكلم ان هو لوحك لوحك وبص عليه وشايفه وعملك تربانة في دماغك دي حاجة لكن لما تيجي تقول لي ان زي او لبس صلاح غالي او حسام غالي في ارعة كاس العالم للاندية افضل او كان انيق اكتر من كريم بنزيمة كريم بنزيمة اللي لابس الجلباب اقتضائيا بالرسول الله سعى سلام كريم بنزيمة اللي عمله ده انا شايفه من وجهة نظري ان سامته حلو سامته اسلامي بيتقرب لله سبحانه وتعالى مش عاوز يضيع اي حسنة وان ازاي اللي مش عاجبك ده رغم ان انا مش لابسه رغم ان انا مش لابسه لكن هو افضل من اللابسه بمئة مرة لانه كان يرتديه النبي صلى الله عليه وسلم فكريم بنزيمة يا عمل الحج ده عنده فلوس يجيب لك يملى بلدك دوابليب بدل يعني ما ليش يعني هيعمل لك خمستاشر الف دولاب بدل من اشجك البدل يغرقك بدل فهل هو ما عندهش بدل كريم بنزيمة يروح به الحفلة ولكنه اختار الافضل فاوعة تقول لي ان زي حسام غالي مهما ان كان افضل من زي كريم بنزيمة اللي هو زي اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم نتكلم في اي حاجة خلينا نتكلم في الكورة لكن ما نعكش ما نعكش في حاجات ممكن تغضب ربنا سبحانه وتعالى ونقف عند حاجات ونتكلم فيها اللي هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى تغور كرة القدم تغور الدوريات كلها تغور ويزعل اللي يزعل ويغضب اللي يغضب ولكن ارضاء الله عز وجل ورسوله قبل اي شي قبل اي شي انا اتكلمت في الموضوع ده مبارح ولكن الموضوع عاوز كلم كتير الموضوع السلام عليكم